الرابطة الهيدروجينية الروابط الكيميائية تتحد الزرات كيميائياً عن طريق روابط مختلفة الأسماء والخواص، بحيث تعتمد الرابطة الكيميائية على فرق السالبية الكهربائية بين الزرات، حيث تعرف السالبية الكهربائية بأنها قدرة ذرة العنصر في الجزيء على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية. ومن أهم تلك الروابط الكيميائية الرابطة الهيدروجينية الرابطة الهيدروجينية تعرف الرابطة الكيميائية الهيدروجينية بأنها الرابطة التي تنشأ بين أيون الهيدروجين الموجب والإلكترونات المحيطة، وذلك إن تواجدت ذرة الهيدروجين بين ذرتين لهما سالبية كهربية عالية، مثل النيتروجين أو الأكسوجين أو الفلور الرابطة الهيدروجينية لا تحدث إلا مع هذه العناصر الثلاثة الفلور والأكسوجين والنيتروجين وذلك لأن لهما نصف قطر أيوني صغير ويوجد تعريف آخر للرابطة الهيدروجينية وهو أنها الرابطة التي تنتج من عدم التساوي في توزيع الشحنات في الجزي بحيث يطلق على تلك الجزيئات الجزيئات القطبية ومثال عليها جزيء الماء حيث تشارك فيه ذرة الأكسوجين 2 إلكترون مع كل ذرة هيدروجين يبلغ عدد بروتونات هذا الجزيء 10 بروتونات حيث تحتوي ذرة الأكسوجين على 8 بروتونات وتحتوي كل ذرة من ذرة الهيدروجين على بروتون واحد ويبلغ عدد الالكترون هذا الجزيء 10 إلكترونات حيث تحتوي ذرة الأكسوجين على 6 إلكترونات وإلكترونين تم مشاركتهم مع كل ذرة هيدروجين يبدو مما سبق أن عدد البروتونات الموجبة مساوي لعدد الإلكترونات السالبة ولكن الواقع أن ذرة الأكسوجين عالية السالبية الكهربائية عن ذرة الهيدروجين لذلك فإن ذرة الهيدروجين ستحمل شحنة مجبة وتنجاذب لجزيئات الأكسوجين سالبة الشحنة في الجزيئات المجاورة مكونة بذلك روابط هيدروجينية تعتبر رابطة الهيدروجينية أضعف من الرابطة الأيونية والرابطة التساهمية وذلك لأن الطاقة اللازمة لكسر الرابطة الهيدروجينية أقل من الطاقة اللازمة لكسر الروابط الأخرى على الرغم من أن مجموعة من الروابط الهيدروجينية تستطيع تكوين رابطة كيميائية قوية أهمية الرابطة الهيدروجينية الروابط الهيدروجينية أساسية لأكثر الجزيئات أهمية في الطبيعة، فهي مسؤولة عن ارتباط سلسلتين DNA لتشكيل الحلزون. كذلك الروابط الهيدروجينية مسؤولة عن ارتباط الأحماض الأمينية في جزيء البروتين في الخلية. توجد كذلك الروابط الهيدروجينية في البوليمر، فالعديد من البوليمرات يتم تقويتها بالروابط الهيدروجينية في سلاسلها الرئيسية. وأفضل مثال معروف لها النيلون، حيث تحدث الروابط الهيدروجينية في الوحدات المتكررة، وتلعب دوراً رئيسياً في بلورة المادة، حيث إن البوليمرات هي مادة كيميائية مفيدة تتكون من العديد من الوحدات المتكررة.